الرضاعة الحبيثة 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 هم يريد أن يردعوا منها هي كتهرب والبيت الويلدة صغير ستقترفس فيهم ستكون إما خلفه أو الجوج ستقترفع منها لا مشكلة لكن هي لا يوجد الحليب لأنه فيتمر الدع ستقترفسهم ستقترفسهم ستقترفس فيهم سترى هذا الرضاعة ستقل بالله هذا السيد هذا الفيديو ستغشني لأنه قال الرضاعة الحبيثة الرضاعة الحبيثة ما هي هذه سأخبركم الإيجابيات وكيفية طريقة الإستخدام الرضاعة الحبيثة أول شيء ستقل بالليل نصده نصده على الصغار على الصغار ستقل 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 أول حصة أو حصتين وذلك كتعويض ستقل 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 بيت الولادة لتدخل ولكن أنا متحكم فيها وعرف أنها لم تقل لا تقل هذا لا تقل تدخل أي ذلك أنه لا يجب أن تقل وكذلك نرى أن يخبر لي لكن ستقل سعيد على الوقي بالرداء لا فقط في الصباح لذا سنرى نفتح من استطلاcity لأنها سنكت نفتح ونسد عليها هذه الردعة الحبيثة ولكن هذه الطريقة لأنها دخلت عن الصغار ديالها حبست عليها لأنها سافية لا تخرج شحال من 7 دقائق 3-8 دقائق سافية رأيها كافية أنها ستكون ردعت منين تكون ردعت سافية خرجت ونعاود عتنين نسد لن يجعلها مفتوحة ومشي أنا نضرب دوائرة وهي رأي دخلت ردعت لا خسني أنا اللي نضبط فوقاش هي تردع وفوقاش ما تردعش هذا هو كل شي قائم على هاد النقطة هاد وعلهاش كنصدو فاللي هاد نردها الحبيثة كلها عبارة عن فتح وسد سد فتح وسد ولكن تأييه ولكن تتحكم فوقاش غادي تصد عليها وما تردعش هي ما تردعش مشي نخلي البيت مفتوح ونشدها نقن في عبيدي نجري عليها تدخل ونصد عليها أنا ما عرفتهاش بلا ردع فيتما ردع إلا ما عرفتاش إلا فيتما ردع غادي تدخلت في قتر في الصغار دياله ثم كيحدث الموت لا قد ضرر الله قادية ديال علاش أناية ما كنديرش القادية في الليل مثلا يعني نجي نقول أناية في الليل نحل عليها شحم وعد غادي يقول أناية إو نحل عليها في الليل هي تردع يعني خطأ كبير هذا علاش لأن في الليل نكون أنا يحاضي ولا ما حاضيش تقدر واحدة لاخر واحد الصغير من الصغير ديالها يبقى لاسق فيها ونما نشوفوش وغدي خرج وغدي بقى لاكب فيها ومن غادي يخرج هنا ما غادي يشوفوه غادي يطيح في الكاج من غادي يطيح في الكاج غادي يكرم غيب البرد لأنه مني كيكون هو مع أخوتو كيلسق معاهم وكيبقى شيفوك شي ذاك الفرو ديالهم شي كيسخن شي باش كيقدر يسخنوا تشوفو سبحان الله الله عاطيهم هذي الملكة هذي أنهم كي كي يتحاموا بعضياتهم كشي كيدخل في شي أن باش كيكونوا واحد من نوع من الحرارة وتما كي كي يقدروا يعيشون إذا مشا تبقى اللاسق فيها وخرج نقدر ما نشوفوش يعني حاولوا تخدموا هالطريقة بنهار يعني بنهار يعني بنهار يعني بحطرة كي تكون الليل وبنادم كيكون باقي باقي يمشي نعاس ولا غو انتا قدي تزرب يعني سبعة دقائق ثمانية دقائق تقدر تخرجي واحد مثلا لون ديالوك حال بحال هادوك وحال ما كيبانوش في الليل هانتوما اللون ديالوك تبارك الله أسود تقدر واحد يخرج وانت ما تشوفوش انتا تخدمت طريقة بنهار تعينا خرج تشوفوه تردو صافي هاي القضية مزينة إذا طريقة دير للردع الحبيسة اسموه هي الأساس دياله وهو التكاء فوقها شنخدم سنغين فهم اسموه هي العلاقة رياضي يعني خسنين فوقاش نفتح فوقاش نسد فوقاش نفتح فوقاش نسد هذي إلا فهمتها غدي نقول أنا باللي أنا كنتحكم ولا أبغات انتوما خاضرنا أنها ترداجو الخطرات هذي ديروها من اليوم الثالث عقلوا على الردع الحبيسة من اليوم الثالث هيا ولدت من اليوم الثالث إذا بغيتوا الردع عليها لكم انتوما كتحكموا فيها الردع الحبيسة يخدموها من اليوم الثالث لأن اليوم الثالث اللي أول والثالث كتكون يبقى مضحة مع الولادة من بقي فيها الدم بقي فيها بما كتغسر للرس ولكن اليوم الثالث صافرة كتكون بنقطات انتوما في اليوم الثالث بدأوا كتقوموا بالإجراءات يعني يكون عندكم واحد حاجز وحدة انتوما عندي وحدة شبيك رابطة الفوق غيكم تلقوه كيتصدق بيت الولادة وانتوما خاتكم بجأنكم خشباء غي تصدو هديك البيت الولادة انها يما تدخلش عند الولادة وصافوا وطبقوا يعني القادية اللي يقلكم أناية انكم انتوما تولي تحكموا هي متر الدعش مش يتجريوا عليها تدخلوها عند الكاج عند الولادها وتقولوا بالله عادي هي الرضا عن حبيث الناس تحبس عليها الهدي راق طريقة خاطئة راقا يتدخل ويحذر تموت هنا يعني كن نقولكم هذه القادية باش مش يتفرجوا في فيديو وتخدموا بوحد طريقة خاطئة حتى أحقر رضاع الحبيثة أنا غاد ينشد المتوان ندخلها عند الصغير ديالها ونحبس عليها تماغها هذه الرضا عن الحبيثة لا الرضا عن الحبيثة هي التحكم كيفاش غاديم تحكم هنا يا في هاد الانثه أنا مقى أنتحكم فيها في الرضاعة دياله وخيتكم بقى تردع لا لا ما تردعش أنا نفرض عليها وحد الوقت وهذاك الوقت غدي مقاديمة هي امني اي الله انا غدي افتح الباب هي غد تقولي معودة على ذاك الوقت اللي رضعت فيه اول مرة لان اذا عودتها غدي تقولي انتغيت فتح الباب ويتجي تجي داخلها عندهم لان صافي تعودت بلي الدرع ديالها صافي را عمر بالحليم كتولي كتستنك نتايا الامشي تنمشي تنمشي تش مع ذاك الوقت كتبقى تبغي هي تدخل عندهم انها صافي انت خوتي لها الدرع ديالها ومدة اللي جمعت فيها الحليب عودتاني راجعت كتبولك صافي وافسح عليها لمدة طول الايام انها باش قتتردع كتبولين انتها هي تتحكم ومنك هتتحكم كون على يقين انها هي مغا تقاش تدخل وتخرج اول حاجة ان كان هي مغا توقع رداعه يا اولادها يبغا كلهم كلهم جديروكم منا لان مج boys同 فنナ اطفالتها قاك وكانتت له يعد الانتهاول فن righteous ويجب أن يقلقها مثلا قلقها في الكاجولة تخرج يكون مثلا خمسة اردعوه مزيان ووجوج ماردعوش صافي هم هذه النهار فاتهم الاخور وهي تدخل عندهم غيف واحد المدة يعني هذا الرضاعة الحبيثة مزيانة هي طريقة الاستخدام هي اللي خاص الإنسان يدير بها إذا هذه الفلقة مهمة بزاف فهموها عودوا الفيديو مرارا وتكرارا أنا لم تفهمتوش أنا راني حاولكم فهم حاولوا الفيديو باش تفهمون زيان وراها غتنفعكم بزاف عند الرضاعة الحبيثة أنا غديتنفعكم لأنه غدي يقول لكم كل شيء يرضع وكل شيء يشبع مني غدي وصلوا لوقت الفيطام غديتحصلوا على واحد الوزن ما شاء الله إذان إلا عجبكم فيديو شاركوا معنا الناس يمازلوا مش مشاركوش معنا مواضيع قيمة إن شاء الله من القدام كما راح طوراني درت واحد الكاميرا جديدة درجة جودة عالية باش نتشوفوا الفيديو مزيان شاركوا معنا الناس لي مازالوا مشاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زير الجرس كي يصريكوا الجديد ديلي إن شاء الله وما تنسوناش بالدعم تكيو على زير الجيم باش القناة تزيد قدام وقدام إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا شكرا